السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا ومرحبا بكم حبيبي ابطال جريد 4 النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج الساينز الترم التاني لطلاب الصف الرابع وصلنا لحد لسون 4 قبل ما نبدأ الشرح اتمنى لأول مرة تشوفوا قناتنا دكتور ساينز صفاء الاشتراك معينا في القناة وننزل ونعمل على طول لايك على الفيديو يلا بينا نبدأ على بركة الله اول اكتيفتي فيه اكتيفتي number 9 بيتكلم عن ايه بيتكلم big city طبعا عارفين كلنا كلمة city يعني مدينة environmental يعني البيئة problems يعني ايه يعني المشاكل يعني المشاكل البيئية بتاعت المدينة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها طبعا احنا عايشين في القاهرة في اللي عايش في الاسكندرية في اللي عايش في دميات في اللي عايش في المنصورة كل واحد عايش في بيئة فالمدينة اللي عايش فيها دي كبيرة جدا فيها مشاكل يا ترى هي هي المشاكل اللي بتواجهنا اكبر مشكلة بتواجهنا هي مشكلة البليوشن البليوشن يعني ايه شباب يعني التلوث بيقولك حط علامة صح عند الصورة اللي بتورينا ان فيه environmental بليوشن قلنا بليوشن يعني تلوث environmental يعني بيئي يعني تلوث بيئي تعالوا كده نشوف زي ما احنا شايفين ده factory مصنع عمال يطلع smoke smoke يعني ايه؟ smoke يعني ادخنا ويلوث لنا ال air الهواء اللي احنا بنتنفس فيه هل الصورة دي بتعبر عن environmental pollution ايوة يميز true يبقى نحط ايه؟ true طيب هنا في بلانت اهو وعمه بيستخدم ايه؟ بيستخدم رشاش للمية بيسقي الزرع يبقى دي ما فيها اي تلوث طيب هنا مصنع طبعا من مصانع الاسمدة بيطلع الصرف اللي كله تلوث اهو زي ما انتم شايفين اهو وبيصربوا في المجرى المائي ممكن يكون المجرى دوت بتاع بحار او بتاع نهر فبيلوث الماء ده طبعا بيدل على البليوشن في الووتر تلوث الماء يبقى دي true in this activity we will study that fossil fuels الوقود الحفري have negative impact impact is يعني ايه؟ impact is بتسوي كلمة effect يعني ليه تأثير سلبي in big cities طبعا احنا في الفيديوهات السابقة اتكلمنا عن fossil fuels وانواعه فهنا بيتكلم عن التلوث بقى اللي هيسببه fossil fuels والتأثير السلبي اللي هيأثر على المدن بتاعتنا where the increases of people needs and their industrial industrial يعني الصناعة and agriculture يعني الزراعة activities يعني في المدنة الكبيرة بيزداد فيها عدد البيبل وبيزداد فيها احتياجها للصناعة and industrial والagriculture والزراعة activities يعني الانشطة الزراعية والصناعية cause pollution بتسبب ايه؟ بتسبب تلوث problems يعني مشكلة التلوث around the world حوالين العالم طبعا انت عشان تعمل مصنع فبتضطر ان انت بتستخدم نوع من انواع الفوس الفيول فده بيكون لي تأثير سلبي على المدينة بتاعتنا ان ممكن يعمل pollution في الاير زي ما احنا شفنا في الصورة دي طيب ثاني حاجة الagriculture الزراعة النشاط الزراعي طبعا فيه بعض الزراعات بتحتاج ان هي تستخدم ايه؟ اسميدة فالاسميدة برضو لو كانت كميتها كبيرة ممكن بتلوث الايه؟ السويل التربة فيه برضو بعض المصانع زي ما احنا شفنا بتلوث الووتر بتعمل pollution في الووتر فيه الماء بعض الزراعات بلوشن هناخد بقى بعض اسباب البلوشن التلوث نحفوز كلمة البلوشن فيه المدينة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها دي اول حاجة هو بيطلع السموك اللي ادخنه فيه الجو السموك يا ولادي معناها ادخنه الدخان اللي بينطب من حرق الوقود داخل المصنع ده بلوث الهواء يبقى اول حاجة من الملوثات بتاعت المدينة بتاعتنا السموك اللي بينطب من بلوث الهواء بلوث الهواء طيب نمبر 2 بيستيسايد بيستيسايد يعني ايه اولاد؟ يعني المبيدات الحشرية بيستيسايدز بيستيسايدز لما المطرة بتنزل بيتج colon بيستيسايدز بيستيسايدز لالتربة والماء تالت صورة المواد الكيميائية يستخدم في مصانع كتير هتعمل بليوت للأير زي مثلا مصنع بينتج أسمدة مصنع الأسمدة دي على طول عمال يطلع سموك يطلع تخين فيه الهواء فده بيعمل بليوت للأير وبرضو للماء والتربة يبقى دلوقتي أسباب التلوث السموك والبيستيسايدز والكيميكالز دي هتلوث الأير وهنا هتلوث لنا الصويل والووتر وهنا الكيميكالز هتلوث لنا الووتر والصويل بر طيب قلنا كلمة افكتز بتسوي كلمة امباكتز يعني تأثير احفظ دي أو دي أوف اير بوليوشن يعني تلوث الحواء على صحة الإنسان إيه اللي بيحصل بقى التأثير لو حصل تلوث في الهواء على صحتنا تعالوا كده نشوف مع بعض نمبر وان سموك يعني الدخان فروم كارز يعني الدخان اللي بيخرج من السيارات من عوادم السيارات بيعمل يعني تهيق لعنين الإنسان والرئة بتاعته لو انت ماشي وفي عربيات وقفة كتير وعمل تطلع ادخلت لها نفسك عمال تقوح وبعد فترة تلها نفسك عمال تدعك في عينك هذا بيعمل إراتيشن للأي واللونج نمبر 2 العلماء وجدوا ان الدخان ده فيه جزيئات صغيرة جدا that human presses الإنسان بيتنفسها in يعني بتدخل للرئة بتاعت الإنسان these particles irritate the longest فتعمل تهيق في الرئة بتاعته مع مرور الوقت لو شخص مثلا شغال في مصنع اسمدة وعمال يستنشق ويشم السموغ ده بنسبة عالية مع مرور الوقت ممكن يبوزه خالص اللونجز بتاعته causing the damage of tissues of the respiratory system هيسبب damage يعني تحطم وبوزان tissues يعني أنسجة of respiratory system للجهاز التنفسي بتاعه يبقى دلوقت هنقول كمان smog is full of small particles that the human presses in these particles irritate the longest causing the damage of tissues of the respiratory system يعني الأبخرة والدخان ده في جزئات صغيرة قوي لما الإنسان بيتنفسها بنسبة كبيرة هتسبب له تحييق في الرئة مع مرور الوقت واستمرار إنه هو يستنشق الدخان ده هتعمل له تحطم في الأنسجة بتاعت الجهاز التنفسي بتاعه ناخد الكلمات وبعدين نعمل اللي تشيك concernis معناها مخاوف أو مشكلات impact بتسوي كلمة effect يعني تأثير smoke يعني ضباب ضخاني canal يعني قناة irritation تهيق damage يعني تلف industrial صناعية agriculture زراعية pesticides مبيدات chemicals مواد كيميائية particles يعني قسيمات tissues يعني أنثي تعالوا نعمل check your understanding نختبر معلومتنا complete the following sentence number one قلنا smoke from cars causes irritation of human الضخان بتاع السيارات بيسبب irritation يعني تهيق off human eyes قلنا off human eyes في العنين بتاعتنا lunges والرقاء بتاعتنا number two burning fuel produce burning fuel يمنها هحرق الوقود هيسبب لي إيه هيسبب smoke يعني ضباب ضخاني which pollutes the air هيلوس الإيه هيلوس الإيه طبعا إحنا مش هنقول الدرس التاني لأن الكلمات كتير فأنت لازم تحفظ كويس الكلمات فهنقسم اللسون ده على three videos ده الفيديو الأول حفظوا الكلمات بتاعته كويس قوي قوي عشان إن شاء الله نكمل مع بعض في المرة الجاية الفيديو التاني الفيديو التاني إن شاء الله هنتكلم فيه عن activity number ten burning fossil fuels and pollution لو عجبكم الفيديو ننزل تحت على طول ونشترك في القناة ونعمل لايك على الفيديو لو لكم أي سؤال اكتبوا لي وهرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة